اخوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم دائما عبد الرحيم قناة الجارية العربية اليوم كيفما شفتوا في العنوان تم تمديد إلغاء الرحلات البحرية كما تتشوفوا هنا يا معا من موقع دي القران دينابي بيلوشي أنهم تم التمديد كان في الأول اليوم 17 شهر جوج زادوا حتى العشرين في شهر جوج 2021 وهنا بعض اخوان والاخوات اللي كانوا سألوني بغاوا الرقم المباشر دي المكتب دي القران دينابي بيلوشي أنا قد نخلي لكم في صندوق الوصف هو والإيميل ديالهم وكل المعلومات اللي بغيتوا على القران دينابي بيلوشي لكن يعني الذي يحز في قلبي بخصوص هذا الموضوع أنني دخلت الوزارة دي الخارجية يعني وزارة خارجية المغربية وكذلك الوزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تتشوفوا وبحتى على الخبر يعني كما تتعرفوا بأن دائما حنا هذه الأخبار تناخدهم غير من الشركات يعني يا إما عن طريق الخطوط الملكية المغربية أو يا إما عن طريقة جران دينابي بيلوشي ولكن من الوزارة ما تتلقى حتى شي خبر وكأنه ما كانش يعني بالنسبة للجالية المغربية ما كانش غير معترف بها كان الناس يتسنى وكان الناس حاصلين كان الناس الله أعلم كل واحده ضروفه ولكن ما كانش واحد القرار يخرج يقول لك شوفي سيدي حنا سادي الحدود حتى شهر ربعة ولا سادي الحدود تشهر خمسة الحدود البحرية غاد يقول لي شي حد لا راه المغرب را سادي غالق الحدود ديالوغ إيا كان غالق الحدود ولكن كان الاستمرارية دي الرحلات الاستثنائية يجي وسيدي تدابي يقول لك الرحلات الاستثنائية ميخلوش دائما عن طريق وسطة اللي هما الشركات الطيران او الشركات البحرية يجي من الوزارة يقول لك سيدير احنا هذا الراحلة استثنائية الغيناها باتاتا الى حدود يوم خصك دائما انت تبقى تتبع هذوك الشركات وتعرف اشنا هو اخر المعلومات باش الى بغيتي تمشي تسافر المغرب ولا بغيتي ترجع من المغرب هذا هو لحد الساعة هالظروف وتنتمنوا من هاد الوزارة انهم يسمعوا لهذا الجارية المغربية على الاقل ويديروا واحد الموقع يعني مشي حتى موقع غير واحد صفحة خاصة في الموقع ديالهم يكتبوا فيها يعني دائما جديد الاخبار لحد الساعة ادخلت ما كين حتشي حاجة المهم من هذا الموضوع الناس اللي بغيين يعني يمشيوا في الباخرة من فرنسا ومن ايطاليا الى المغرب اراه ما كين حتشي رحلة الى حدود يوم عشرين وحتى نهار عشرين وغدين شوفوا لكم هنذا بكنا على اساس غدة سبعتاش يعني نهار تسعتاش غدين تشوفوا ان شاء الله وغدين نقول لكم اشنو كين بالنسبة للرحلات الاستثنائية هنا كينا رحلة استثنائية لمن للخوزيرات من طنجا الى الخوزيرات هذا هو الخبر اللي ممكن يكون زوين للناس اللي بغيين يسافروا اللي كانوا سألوني ايش حال من المرة الاخوان دير اسبانيا اذا راح الرحلة كينا نهار عشرين فبراير عن طريق شركة بالياريا وراهد يعني من طنجا الى الخوزيرات الجزيرات لكن راح اخر اجل ديال انك تسجل هو نهار تمنتاش في شهر جوج اخر اجل مع طناش ديال اذا نحاولوا راح طريقة التسجيل سهلة وبسيطة كما تنذير لكم دائمش هالمرة هنا كما تشوفوا قلق البارتانسا يعني غدي تخرج الباخيرة نهار عشرين مع الثلاثة ديال النهار من ميناء طنجا الى ميناء الخوزيرات وهنا كما تشوفوا ديرين كل المعلومات اللي يعني عادية هذه معلومات كلها ولكن رأى لا يعني على حسب ما تكتفوا بعض اخوان احنا ما عندناش بهم اليقين والناس اللي اللي تعرضوا المضايقات بالصح ولا كانوا راسلوا وما توصلوش بالتذكر ديالهم لانه كانوا قالوا بان كينات سمصارة في التذكير وكينات الناس تيبيعوا التذكير احنا ما عارفينش ولكن الله اعلم ما غدش يعني نجزموا بوحل حاجة اللي ما عندناش لليقين يقدر الناس اللي يوقع عليهم شي حالي يكتبها يعني يحاول باش انه يتبادل المعلومات مع بعضياتنا يعني الجالية المغربية خاصة تبادل المعلومات مع الاخوان ديالهم والاخوات ديالهم لان هاد الاخبار ما كينش اللي تيقولها لك الا عن طريق الشركة الخطوط البحرية او الخطوط الجوية الى كينش يتمديد بالنسبة للراحلات الجوية ناس يسولوني دائما تعيطوا لي في التذيفو بالنسبة للراحلات الجوية راه لحد الساعة ما كينحتشي اشكالية يعني سواء السفر الى المغرب او العودة من المغرب لكن بالنسبة للناس اللي بغى ايطاليا وبغوا يسافروا الى المغرب راه ضروري انك انت ممكن يعني راه ممكن انه يسولوك ويقفوك ويقولك علاش غادي اشنو السبب انت لك كان عندك واحد سبب قاهر وغايتمشي حاول تاخذ واحد الورقة من المغرب يعني شي حد مريض لك تماما عندك واحد سبب عندك محكاما ولا عندك يعني عندك شي حاجة اللي فيها الحجة وتتكون واحد حاجة قاهرة لذروري خاصة لحضور ديالك وراه اغلبية ناس مشاوا وما سوولوا محتشي حد ولكن لا يعني ان هذا تاخذوه قاعدة ضروري انتدر الحتيات تدير ورايقف جيبك سوولك شي حد ورهيها لي ما سوولك سوولك بصر لا يسهل عليك كين واحد الاخ قال لي راح تب في المغرب تسولوك نفس الشي قالوا فان في المغرب انت تتوصل تسولوك على الجه اذا نفس الشي يعني انت دائما جاي تشوف الاب ديالك جاي تشوف الام عندك شي حد مريض يعني شي حد شي سبب لربما يسولوك هنا سواء مش غير ايطاليا انت تكلموا عن المغرب اي واحد من اوروبا عامة هذا هو اللي قالوا بعض الاخوان ولكن يعني الخبر غير صحيح الناس يحاولوا يكتبوا ويقولوا لا رمى يعني انت كتب هذه المعلومات بين اخوان والاخوات راح تدالوا على الخير كفاعلة رجعوا الناس للإسبانيا بالنسبة للخزيرات راح مكين حتى شي إشكالية انت او انت إلا بغيتي يعني تحجز التذكير ديالك معلك إلا تدخل الهناية و يعني تعمر المعلومات ديالك الشخصية تعمر اشنو واشغادي بالسيارة ولا سيارة يعني تعمر كل المعلومات اللي خاصك تديرها هي هذه وراها السهلة وبسيطة يعني غنحاول نوريها بعد اخوان اللي قالوا ما عارفوش كيفاش يعمروا هنا تدير يعني اذول تواشنتا شخص ولا جوج ولا ثلاثة اللي كبار اللي كبار هنا رتيقولوا من 13 سنة فما فوق يعني من سنة الى 13 سنة هذا تسمى يعني تشايل تشيلدرن يعني بامبين ودري صغير ومن تحت من عام يعني دري صغير وهنا اللي عندك سيارة ولا لا سي ولا نوم فقط تدير نوعية السيارة توريزم يعني سيارة عادية أو فرقوني يلفان ولا يكن في الكامبر وسافي تدير معلومات ديالك انت اهم حاجات تذكر فين عندك يعني فين غالي وفين هي السكن اللي عندك يعني انت في اسبانيا في اي مدينة في مادريد في برشالونا وتدير العنوان ديالك وكل معلومات والعنوان ديالك في المغرب العنوان ديالك في المغرب وفقط وهكذا هنت عمرت المطبوع وتتسنى حاول دير تليفون ديالك ودير المعلومات كلها دير دائما تليفون إليك انت في المغرب دير تليفون ديالك في المغرب يعني عندك تليفون ديال المغرب كان عندك ديال إسبانيا اشتركوا في القناة ويشتركوا في القناة ويشتركوا في الفيديو مع الأخوان والأخوات لكي تعمل فائدة لأن الناس كثيرا حاصلين والذين يعجبوا الفيديو اضغط لايك ويشتركوا مع جميل أصدقائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا